كما دانت جمهورية مصر العربية الشقيقة في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين قيادة وشعبا ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل دعيتنا المولى عز وجل أن تغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم الغادر دعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر